في الوقت الذي تستعد فيه الجهات المعنية لانتخابات مجلس الأمة 2022 أصر العنصر الشبابي أن يكون جزءا فاعلا من العملية الانتخابية خدمة للمجتمع وتعزيزا للعطاء ومن هذا المنطلق أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فرصة تطوعية للشباب في المشاركة بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني الجهات الحكومية المعنية تسابق الزمن في سبيل الوصول إلى الجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الأمة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وهذه المرة من خلال شباب الكويت الذين أبوا إلا وأن يشاركوا دولة الكويت في يوم الديمقراطية انتخابات مجلس الأمة 2022 تلبية لدعوات القيادة السياسية بتحويل دولة الكويت إلى عرص ديمقراطي بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة في الهيئة العامة للشباب وبالتعاون مع الإخوان في وزارة الداخلية بلدارة العامة للدفاع المدني فتحنا باب التطوع لشباب وشابات الكويت الراغبين بالمساهمة والمشاركة في العملية التنظيمية لانتخابات مجلس الأمة حقيقة هذا يأتي تلبية وترجمة للاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي التي أطلقت في 2021 وحصلت على مباركة من القيادة السياسية الهيئة العامة للشباب تفتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة في العملية التنظيمية في يوم الانتخاب تحقيقا لرأس المال البشري والإبداع في جانب وتكريسا للديمقراطية الكويتية في الجانب الآخر الشباب الكويت دائما فزاعة في مثل هذه المواقف يحبون دائما أن يساهمون في هذه المناسبات جميع تقديم الطلبات والفرز للمتطوعين يتم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب كل ما على الشباب أنهم يدخلون مواقع الهيئة العامة للشباب في الرابط هناك بوابة أيدينا وهناك فرصة تطوعية بعنوان تنظيم لمجلس الأمة الجميل في الموضوع أنما بدأنا في فتح باب التطوع حتى شهدنا إقبال مميز في هذا المكان في أكاديمية العمل التطوعي بالشامية عملية تدريب وتأهيل المتطوعين تدريب غالبية مهامهم ستكون في التعامل المباشر مع الجمهور العملية الديمقراطية تتجلى بأباسورها من خلال مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الأمة 2022 ليؤكد شباب الكويت دائما تواجدهم في الصفوف الأولى في كل مناسبة وحدث ملبين النداء لصوت الكويت ترجمة نانسي قنقر